هذه أبرز العناوين حكيمي يكشف عن حلمي رفقة المنتخب المغربي عاجل تشيلسي يفاجئ زياش بقرار مفاجئ في حقها نادي إنجليزي كبير يبدي رغبته في تعاقد مع الدولي المغربي صفيا رحيمي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس حكيمي يكشف عن حلمه رفقة المنتخب المغربي خرج النجم المغربي أشرف حكيمي ظاهر باريستان جرمان بتصريحات يكشف فيها عن أحلامه في كرة القدم وقال بأنه يتمنى تتوجه بلقب رفقة المنتخب المغربي وصرح الدولي المغربي قائلا حلمي هو إحراز لقب مع رفقة المنتخب المغربي وكذلك تتوج بمنافسة دور أبطل أوروبا مع باريستان جرمان وأضاف كيليان بابي هو أفضل صديق لي إننا نذهب سويا لقضاء العطلة كما نتواجد معا في المنزل وكان حكيمي قد سهم في بلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 ويمارس اللاعب في صفوف باريستان جرمان منذ صيف سنة 2021 عاجل تشيلسي يفاجئ زياش بقرار مفاجئ في حقه قال التقارير الصعفي اليوم السبت أن الدولي المغربي حكيم زياش سيكون خارج لإحة فريق تشيلسي الذي سيواجه فريق سوت هامتون في إطار فعالية الدور الإنجليزي الممتاز ولم تكشف التقارير الإعلامي عن السبب وراء عدم السداء جرهام بوتر مدرب البلوز لنجم الأصود وليس زياش وحده من سيغيب عن المباراة حيث أشرت تقارير ذاتها بأن كوكوريا وجيمس ورياس وتياغو سيلفا زيغيبون أيضا ويتألق زياش بشكل كبير مع تشيلسي منذ عودته من كأس العالم بقطر بالرغم من النتائج غير المرضية لفريقه نادي إنجليزي كبير يبدي رغبته في التعاقد مع الدولي المغربي صفيا رحيمي كشف التقارير الإعلامي الصباح الجمعة عن نية مجلس إدارة نادي واتفورد الإنجليزية في التعاقد مع الدولي المغربي صفيا رحيمي النجم والعين الإماراتية انطلاقا من منافسة الموسم الرياضي القادم ويرتقب أن يحل وفد تابع لنادي الإنجليزي لعقد اجتماع حاسم رفق توكيل أعمال اللاعب ومسؤول القلعة العينوية للاتفاق على كافة التفاصيل من بينها مدة العقد والقيمة المالية مقابل التوقيع مع الصفيا رحيمية ويأتي هذا بعد المستويات الكبيرة والرهبة التي أبان عليها الدولي والمغربي صفيا رحيمية ناهيك عن المؤهلة الفنية والبدنية العالية التي يمتز بها وذلك طيلة مجرية التسعين دقيقة سواء باللقاءة المحلية أو القارية للإشارة يعد الدولي المغربي صفيا رحيمية منتوجا خالصا لمدرسة الرجاء الرياضية حيث انتقل من الفريق الأخضر صوب الزعيم الأندية الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها المالية ثلاثة ملاير سنتيم زياش كلمة السير الجماعي الخليفي ورئيس تشيلسي تحدث تقرير صعفي اليوم السابت عن سبب اجتماعي ناصر الخليفي رئيس نادي باريسان جرمان مع توت بوي لمالك تشيلسي يوم الثلاثة الماضية وزعمت التقرير بأن الطرفين ناقش قضية انتقال نايمار جنى حسان جرمان إلى تشيلسي في الصيف المقبل موضحة أن البلوز مستعد لدفع ستين مليون يورو وقالت صحيفة ليكيب من مصدر المقرب ميت شيلسي أكد أن هذا الاجتماع كان فقط اعتدار بويلي عن تصرف البلوز الذي أفسد انتقال حكيم زياش إلى سان جرمان في اللحظات الأخيرة من المركات الشتوى الماضية وأرسلت شيلسي أوراق صفقة زياش دون توقيع ثم تأخر في إعادة إرسال المستندة الصحيحة بعد انتهاء الموعد الرسمي للمركات الشتوية يذكر أن حكيم زياش كان سينتقل إلى باريسان جرمان على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل بهذه الطريقة تفعل حفظ الدراجي مع هزمة الويداد بيل جزائر تفعل معالق قنوات بإنسبورت حفظ الدراجي مع نتيجة الانتصار التي حققها فريق شبيب القبيل على حساب فريق الويداد الرياضي وتقدم حفظ الدراجي بتهنئة لفريق بلاده قائلا ألف مبروك لشبيبات القبيل الجزائري الفوز على الويداد المغربي حامل لقب دور إبطال إفريقيا بهدف للسفر في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد مباراة رائعة لعبها شبان الجزائر أمام فريق محترم برافو وتعتر الويداد الرياضي أمام مضيفه شبيب القبيل بهدف للشيئة في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة على أرض يتماله بخمسة جوليا بالجزائر برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى ضمن دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم ومن المقرر أن تقام مباراة الجولة الثانية بين الويداد الرياضي وبيترو أتليتيك يوم الجمعة المقبل انطلق من الساعة الثامنة مساء محلل بيانسبورت يفتح النار على النفط وبعد لعب الويداد بعد الخسارة في الجزائر فتح عزيز بن نيج المحلل المغربي داخل قنوات بيانسبورت القطرية النار على اللاعب والطاقم التقني والإدارية لفريق الويداد الرياضي بعد الهزيمة أمام شبيب القبيل الجزائر يوم أمس الجمعة في إطار الجولة الثانية من مسابقة دور أبطال إفريقيا وقال بن نيج أن أداء الويداد أمام الشبيب كان بمتابة المهزلة وأن العديد من اللاعبين خاصة الأجانب لا يستحقون حمل قميص بقيمة الويداد واستغرب بن نيج من المعايير التي يتم فيها اختيار اللاعبين موشيرا أن الفريق المتوج بلقب دور أبطال إفريقيا يلزمه انتداب لاعبين كبار وأشهد بن نيج بأناجم في الوقت الذي انتقد فيه بشدة حميد أحداد مطالبا منه تحسين مستواه برشلون يتعقد رسميا مع أراخو أعلن نادي برشلون الإسباني لكرة القدم تعقده رسميا مع جولين أراخو بشكل دائم قادم من فريق لوس أنجلس غالكسي الأمريكية ووصلت تصريح العمل الخاص بانتقال اللاعب بعد 18 ثانية من نهاية فترة القيد الشتوية وهو ما أدى للتأخير وبتأروخه قادرا على إتمام الصفقة وسينضم في البداية للفريق الثاني لبرشلون وذكر برشلون أن اللاعب المكسيكي الدولي وقع على عقد مدة ثلاث أعوام ونصف العام وأشرت تقارر إلى أن برشلون طلب من المحكمة الدولية لتحكيم الرياضية أن تحكم فيما إذا كان ينبغي السمح لأراخو بلاعب مباراة رسمية هذا الموسم أم لا وذكر تقارر إعلامي في أمريكا أن برشلون سيدفع ثلاثة ملايين يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 21 عاما وكتب أروخه هطابا ودعي لغالكسي معلن فيها عن رحيلها وذكر فيه أنه والزملاء قاتلوا سويا جنبا إلى جنب لمدة أربعة مواسم لن ينسها أبدا وأضف شكر كبير للجماهير التي هتفت لي بداية من مشاركة الأولى وحتى مباراة الأخيرة لكل زملاء والمداربين والعاملين كان شرف لي أن أمثل شعار النادي بجانبكم أنا ممتل للغاية للحصول على فرصة التطور من لاعب في الأكاديميا إلى لاعب بالفريق الأول مع أكبر نادي في الدولة الأمريكية وأكد لوس أنجلس غالكسي سيظل دائما جزءا من قصتي وكان شرف لي أن أتشارك هذه التجارب معكم كلكم أراكم قريبا اشتركوا في القناة